بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله دوقتي بعد ما عملت الموديل على ايه برنامج ببرامج البيم بتحتاج ان انت تضيف بعض الخصائص او بعض قوة للموديل يعني هو دوقتي 3D ممكن عايز تضيف لي بعض روابع ممكن عايز تضيف قوة للموضوع الكاش ديكشن لان الكاش ديكشن في البرامج اللي بتعمل الموديل ما مبقاش قوية ما مبقاش التركيز عليها ففي براج متخصصة في كده زي برنامج النفس فوركس هنشوف ازاي نتعامل معا دلوقتي اول حاجة قبل ما تصدر لازم تكون واقفة على ويش على وبعد كده هنروح لأدنس وهتقول له لو انت ستطبت النفس فوركس هيبدأ يظهر معاك هنا هتقول لنفس فوركس 2018 زي ما انت نسطب وبعد كده خلينا نصدر على الديسكتوب هو بيصدر امتداد اسمه NWC تمام ده الامتداد الخاص بالتصدير من البرنامج الرفيت لنفس فوركس مما زي نفس فوركس انه بيبل مكترة جدا بيبل اتوكيات بيبل ارشيكات بيبل سفل سري دي بيبل نفس فوركس بيبل اي حاجه تجد في وشك فسهل جدا ان انت لو شغل في اي برامج برامج البيم او الكاد او cnc تصدر شغل بتاعك وتجمعه في النفس فوركس كونفيرت المنت برامج البيم او اول كونفيرت المنت بروبارتس محتاج الخصائص كونفيرت لايت هل انت محتاج اللات معك كونفيرت لينك فايل فيه ناس بتحب انها تاخد اللينكات معها وفيه ناس بتقولك لا هصدر كل واحد لوحده فرد ان انا شغال على الامي اي بي ومعامل لينك مع المعماري والانشائي لو عنات ده هيروح كلهم في ملف واحد فواحد بيقولك بدل هتلايس اسهل في ان انت اتحدد انا عناصر اللي هتقاني ملفات اللي هتعمل كورديرشو مع بعض صدر ده لوحده وده لوحده طب اقدر انا شغال معماري وكل الملفات اللي انا سحبها معماري وكلهم مفروض يخرجوا معي في نفس الملف يبقى انا هاعلم عن الملف ده على الاختيار دوت عشان كل ملفات اللينك تصدر معي الروم عايز يصدرها اتريبيوت بالخصص بتاعتها لو فيه URL محتاجة معك او لا الكوردينيت هل انت عايزها project internal ولا shared ممكن تكون المشروع بتاعك سغير واصلا مفاعل انت مضغيش shared وممكن تكون فيه shared كون انت فيه مشروع كبير وفيه كذا ملف موجود وعايزهم كلهم بموجوده مع بعض مدينة وكل مبنى ليس 00 الخاص بيه لا كلهم في نوت 00 هو بيتنسب لـ 00 ديه طيب انت عايز تصدر view دوت ولا selection ممكن تعمل سيلكت على جزء معين من المبنى وتصدره او تقوله المشروع كله export room geometry هو try and find and find missing material لو في اي material باش موجوده يقدر يتدور عليها وكيفه وفيه برضو خصاص تانية هنا في general زي مثلا خصاص location مثلا هتصدر هقدفين local caching disability unit selection بعد ان تختار الخصاص دي كلها ممكن تعمل export للاعدادات نفسها تمام بحيث تشوف ايه الاعدادات انت عايزها وتصدرها بحيث لو انت عايز تشغل بنفس الاعداد دي على جهاز تاني هتيجي بعد كده على الجهاز تاني تقول له import وتختار ملف اللي فيه الاعدادات ملف xml يكون فيه الاعدادات طيب دلوقتي اقول له اوكي واقول له اصدر لي الملف دوت سيف هايبدأ يصدر الملف دلوقتي نفتح النفس واجي من home هقول له append انا عايز الملف بتاع Revit بتلاقي كزا امتداد موجود نفس فوركيس داosa نفس فوركس بحيث شهر مارس النفس فوركس دا علي هو ممكن يقبل سريدي بماكسي يقبل ريفتي يقبل راينو يقبل ساتي يقبل سكتش اوب يقبل كل الابتداد اللي موجودة في شغل بتاعنا بيقبلها فتقدر تقول ان الحبايق كلهم او البرامج كلها يستقبل هنا فانا هقوله لفتاح الملف دوت هتلاقي ان هو خفيفي تفزها بسرعة تقدر تعمل اوكسرو فاليونده مثلا في حد عايز يشوف المشروع دوت تقدر تورهله على نفس وركس اسرع تمام هو بيديني بعض الامكانات الحلوة في تصفح الملف بيديني مثلا ان اعمل كسرو وان اعمل فلاي ان اخد لقطات كتر لقطات ان اشوفه بلتبكتف او اورثوغرافيك بالشكل دوت بلتبكتف ده اللي هو الرأي الحقيقي ان الحاجة اللي قرابه منك كتبه كبيره والحاجة اللي بعيدة عنا كتبه صغيره اورثوغرافيك بيوريني المقسات الحقيقي يعني المسافة من هنا الهنا قد المسافة من هنا رغم ان دي اقرب لي بس هو بيجيب لي المقسات زي ما تصل حقيقي وبيديني امكانياتها هو ان اعمل زوم ان انا بان اوربت بيديني امكانية زي ما اشوف مع بعض في الدولس البعد كده ان اعمل جدول زمني بحيث ان الشغل يبقى كله مخفي ويبدأ يظهر واحدة واحدة حسب الموجود في الجدول الزمني بيديني ان انا اعمل حاصر طريقة اقوى بيديني اعمل رندر حركة كلاشات هنشوف ان شاء الله الحاجات دي مع بعض بس المهم ان احنا عارف نزالي صدر من الرفيط لنفسوركس الله يكشير